أنا في موضوعين أبتكلم عنهم الموضوع الأول موضوع العودة للمدارس وأتمنى هذا المسج يوصل للمعنيين بوزارة التربية والتعليم أنتم عارفين أن ذروة موسم الخريف يبدأ من بداية الثمانية إلى منتصف شهر تسعة ناهيكم أن ما بعد التسعة هو موسم الصرب من أجمل المواسم اللي في ناس كثيرين ما يعروا عن هذا الموسم الآن فات اللي فات فات الآن الدراسة خلاص بتبدأ بعد بكرة ولكن نتكلم عن السنة القادمة ما يمنع من وزارة التربية والتعليم أنها تأخر قليلا انتهاء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وتؤخر كذلك بدء العام الدراسي في العام القادم بإذن الله تعالى بحيث أن الدراسة مثلا تنتهي في شهر ستة أو منتصف شهر ستة على حسب الحساب كيف وتبدأ الدراسة في منتصف شهر تسعة بحيث أن البلد تستفيد استفادة كبيرة من موضوع السياحة الداخلية وخاصة للسياح في محافظة الضفار يعني في طلبة دراستهم تخلص في شهر خمسة تخيلوا ها طيب الآن هم شهر ستة ما عندهم شيء يعني ناس كثيرين الآن ينتظرون عيد الأضحى يقول لك أنا ما بسافر قبل عيد الأضحى وعيد الأضحى ينتهي قرابة شهر سبعة فبالتالي تعطيل الدراسة للطلبة في هذا الفترة الطلبة ما مستفيدين منها شيء وإن استفادة الطلبة وأولياء الأمور ما بعد عيد الأضحى فبالتالي ليش ما الدراسة تنتهي قبل عيد الأضحى بأيام بحيث أنه خلاص عطلة الطلبة تبدأ من أجازة عيد الأضحى إلى منتصف شهر تسعة والله يصدقوني أن المستفيد الأكثر المستفيد الأكثر هي البلد والسياحة الداخلية في البلد بتلقون الناس بتبدأ من منتصف شهر سبعة بتروح إلى صلالة إلى منتصف شهر تسعة فبالتالي بتكون في حركة سياحية اقتصادية للبلد رسالتي للجهة المعنية فيما يخص إنارة طريق الباطن السريل تكلمت مرارا وتكرارا وتكلموا الكثيرين من أخوة الزملاء طريق الباطن السريل في النهار اشحلاته في الليل كأنك تمشي في غابة طريق مظلم أكثيرين راحوا ضحية أمور كثيرة ومن أهمها عدم إنارة هذا الطريق نتكلموا رسالتنا للأخوة المربيين الجمال الجمال وخاصة اللي عندهم عزب بالقرب من الشارع أرجوكم أن تنتبهوا انتباه كبير في جمالكم الجمل أو الناقل لمايات العزبة فيما بعد المساء تأكد أن هذه قد تكون في الشارع وقد يروح ضحيتها لناس كثيرين ويتيتموا أطفال بسبب هذه بعض ما نتكلم عن بعض الجمال السائبة وإذا كنت ما قادر تسيطر تعازينا لأسرة خالد عباس لبلوشي اللي وافتها المنية يوم أمس في حادث اصطدام مركبته بجمل رسالتنا للجهات المعنية أرجوكم خلاص طريق الباطن السريع لابد من إنارته لابد من إنارته رسالتنا أيضا للأخوة مربي الجمال أرجوكم أرجوكم بعض من جمالكم إذا ما كانت في العزب المساء البعض قد يذهب إلى الشارع ويروح ضحية من؟ شباب في مقتبل العمر فأرجوكم البعض نحن نقول الآن البعض من الجمال تطلع من أصحابها وعدم اهتمام للأسف من أصحابها فتروح إلى الشوارع ويروح ضحية الشباب فأرجوكم اهتموا وإذا ما قادرين تسيطروا على جمالكم وركبوا له الشريط فسفوري هذا الشريط على الأقل السائق بيقدر يشوف الشريط من بعيد فالله يرحمك يا خالد ويغمد روحك الجنة تعازين لأسرتك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك ويغمد روحك لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة